بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم حلقة جديدة وصهرة رمضانية في أرمونتادة على الشاشة قناة المحور النهاردة مع بعض أصداء مع بعض مباراة أو بعض النهائي البطولة الكبيرة لنظمتها مصر وقدرت بجد نقدر في أي مكان وزمان طالما فيه ناس مخلصين وناس يعني بيعملوا شغلهم بكل ضمير وأمانة شكر كل الشكر كل القائمين على زي البطولة الكبيرة قبل مرحل ديوفي وأتكلم النهاردة معهم على البطولة شكرا المتحدة الرياضية شكرا كل القناة نقلها شكرا معالي وزير الشباب الرياضي الدكتور أشرف صبح شكرا لكل من ساهمة كل من ساهمة في نجاح هذه البطولة شكرا لكل الجماهير العظيمة اللي جات وأزرت وأكيد طبعا سيد ديوفي نهاردة لأطلاط بقى كده وحاجات جميلة تفرحنا عودة الجماهير مرة أخرى التنظيم الإعرامي طبعا والصايا كان واحد من الناس المنظمين والمنسقين العالميين للبطولة دي طبعا بشكرهم كلهم جميعا في البداية عايزة أقول يعني آي نعم إحنا ما وفقناش في البطولة لكن البطولة في المجمل حاجة تشرف وجود كرواتيا على صفح الأهرامات وجود لوكا مودريتش وجود كل النجوم دي كلها دعاية كبيرة جدا خلوني أرحب باتنين من ضيوفي اللي باب أجاي ومبسوط أنهم معاي بكل أمانة المرشال هشام رشاد حبيبي يا سريح حبيبي يا ما دي تجي تكتب كده أنا بعرف من معك في الحرب صلحت صلحت عويس حبيبي مشرفني منورني حبيبي يا ربراكلا ليه خلينا نتكلم الأول في البداية أنا يعني عملت يتكلمت كده مقدمة صغيرة على الشكل العام دايما نحن نبقى مبسوطين وفخورين لما ننظم بنظم لما نعمل حاجة كويسة نقول نحن عملنا كحاجة كويسة ويبقى مرضودها الإيجابي كبير جدا وجود كرواتيا ونزولندا والتونس يعني بتيجي كتير عند صفح الهارم ووجودهم في مصر دعاية كبيرة جدا ومرضوطة كبيرة جدا للسياحة الرياضية وجود الملعب العظيمة الإدارية بالشكل العظيم ده أعتقد كل ده حاجة يا شام يعني بتخلينا سعداء ومبسوطين وفخورين ونقول نحن ننظم بطرات أكبر من كده بكتير طبعا أنا كان لها الشرف وأنا دايما بقول أن أول مبارات تلعب علي أنا حضرتها من الملعب ماتش نيوزيلاندا أنا بسمع الملعب جميل ومبهر وكل حاجة قلت أنا لازم أروح أخوض التجربة دي فعلا استاذ القاهرة ليه هيبة لكن استاذ ده ليه هيبة أجمد من استاذ القاهرة جوه الملعب بشكل كبير واللي راح فاهم الكلام ده طبعا فيه شوية تفاصيل صغيرة هتحصل مع الوقت بره لكن ده طبيعي أن البطولة دي جات فجأة لكن استاذ جوه انت فخور أن عندك استاذ بالحلاوة والرهبة والجمال دي أرضية مدرجات فالبطولة دي جات أنا الحمد لله أنها مشت من الإمارات وجات لنا ليها فوايد كبيرة جدا يعني اللوكا مدرج مثلا تفرج عويس حاجة عويس من أرض الواقع بجد حاجة مشرفة طبعا دي ملعب وصلاة يعني في الجماعة دي ملعب وصلاة ملعب تينس ملعب تينس لأنهم عندهم مخطط ملعب تينس كاملة بسم الله مخطط التينس ها الجميل الجميلة العظيمة عندهم بطولة قطر ودبي اللي هي بتاعت التينس عايزين يعملوا بطولة هنا تاني حاجة أنت عندك دورة اللعب الأفريقية تبقى الفين سبعة وعشرين برضو مقامة فلا لما تروح أرض الواقع لا حاجة مشرفة أن أكبر دليل أن مدرب كرواتي تاني العالم وتاني العالم يقول لك إحنا عايزين ملعب زي ده في كرواتي فدي حاجة من المميزات الكبيرة اللي احنا طلعنا كرواتي كمان بلت مدور الأوروبية الكبير ها يعني طبعا ومقصد سياح كبير يعني أنت عندك زاجرب زاجرب دي آه أنا رخطها حاجة عظيمة أن أنت عندك أنت كنت تدفع كامل لوكا مودريتش واللعيبة دي تجي لك الأهرامات وأن لوكا مودريتش أول بطولة سبحان الله يحققها في تاريخه مع كرواتي على الأرض المصرية وأن يكتب على صفحته أن هي كانت تجربة جميلة في مصر كل الكلام ده حاجة جميل أنا واحد من الناس شايف أن مكسب الحقيقي للبطولة دي في مصر الجانب السياحي يعني أنا بقول إيه المكاسب الفنية مش شايف مكاسب فنية لكن شايف حاجة كبيرة حصلت على الأرض مصر زي ما بتقول أن مصر جاهزة أن هي تستقبل وهي دايما بتكون إيه الجمال ده إيه حلو حتى تصور كمان حاجة يعني شي كاول خلي بالك ريال ماديد بينزل الصورة دي عنده سيتي نزل الصورة دي عنده فلو بفلوس كتير فلو حاجة مشارفة مصر جاهزة برجالتها بعقولها لما عندنا حدث كبير لأ إحنا جاهزين عكس من الناس كلها بتطاقة وخلي بالك أصور يا ناس لأ أنت كمان نظمة البطولة جاءت لك في أسبوع أنت لازم تنظم ففجأة أنت لازم تنظم البطولة في ملعب جديد بصراحة يعني منظر مشرف يعني والملعب منظره مشرف دي رسالة مواجهة طبعا خلي بالك احنا برضو كنت عملت أو بعد ماشنوزلندا عملت اتصال تلفوني في الرومنتادة مع الدكتور أشف صبحي وأنا بصحفة سعيد ومبسوط هو راجل سعيد وشكر كل شركاء النجاح الموجودين بما فيهم علي الفريق كامل وزير وزير النقل والشركة المتحدة الرياضية وكل الناس الموجودين أعتقد أن دي حاجة ورسالة مهمة جدا بفضل وشكل الجماهير كمان شكل الجماهير في الملعب بصراحة حاجة تفرح أنا برضو قبل ما نخش في الحتة الفنية دايما بقول أن الجيل ده مظلوم شوية أنهم لا يلعبش قدام جماهير دي حقيقة يعني فكرة أن أنت تلعب قدام جماهير كل مطش كل سوري كل مطش في الدوري بيبقى قدام على الأقل عشر عشرين ألف متفرج كنت تفرح مع ليبة جدا في البطولات حتى كبيرة بتلاقي ناس لما بتشوف الجماهير بتتخضي شوية وكلام ده بس في طبعا المنظر كستاد وكبنية تحتية وكمصر ازاي تعرف تنظم بطولات كبيرة زي دي فدي حاجة مشرفة طريق طريق هذا الطرق العظيمة اللي عملها ست الرئيس في البنية هتحصل لما يقع في طريق كده طريق إسكندرية طريق السويس طريق السخنة طريق البحر الشرب الشيخ الطرق الكبيرة العظيمة دي أعتقد أن هي الأمور بالنسبة والمونوريل كمال معاك كمال هتبقى حاجة عظيمة فبالك ودي حاجة جميلة أن هو عويس بيقولك أن أنت حتة الجمهور أنت دلوقتي قلت حتة إيه جوة الإستاد أنت هتفتح بققك من الإبهار التفاصيل الصغيرة بتاعت الوصول للملعب من الطريق الأساسي اللي هو السويس أو العين السخنة مش مشكلة لها تتعمل إن شاء الله لحقا ده دليل أن في حاجة أتمنى أن كابتن حسام يحفظ عليه نحن نتكلم فنيا وكل حاجة أنه لا يوجد شك أن وجود كابتن حسام ساعد في أن الجمهور يرجع إلى درجات تالية أنا مبسوط بالعودة وأتمنى أن هو يحافظ عليهم بالنتائج وبحاجات كتيرة جدا لأن الصعوبة بتاعت الوصول والمسافة للإستاد بالعدد ده لا ده جمهور محترم وجمهور عايز يقف جنب منتخب مصر فأتمنى أن كابتن حسام إن شاء الله أن الجمهور ده ما يفقدوش ويفضل محافظ عليه وديكت حاجة مهمة حتى بعد الخسارة جاب اللعيب انبرح وتوجهه للجمهور وفي دايرة كده وقعد يتكلم معهم عويس كل الأمور كانت متاحة لكابتن حسام حسن ترنظيم على أعلى مستوى أرضية على أعلى مستوى زي ما قاله هشام يعني مساندة جمهورية كبيرة مساندة على مستوى الدولة على أعلى رأس الدولة الناس كلها كانت دعمة للبطولة دي إزاي حسام حسن يقدر يستفيد بالتجربة كان في معسكة وكان في مباراتين مباراة كسبنا فيها مباراة خسرنا فيها لكن في بعض الأمور التنظيمية والفنية اللي لازم لابد أن يرعيها كابتن حسام حسن يعني خلينا نتكلم أن فنان أكيد طبعا استفاد استفاد إيه استفاد أنه شاف أنه فيه لعيبة بصراحة على المستوى ده مش هتفيده أو خلينا نتفق أنه استفاد أنه في اختياراته ممكن أنا أعتقد أن كابتن حسام أول واحد في الدنيا هيراجع نفسه في اختياراته في اختيارات بعد العيب رقم اتنين لازم تحل مشاكلك مع اللعيبة اللي مش موجودة يعني لو هنتكلم بصراحة وكل صراحة وبالأسامي لازم قصة محمد صلاح القصة لازم تتحل أيا كان بقى مين غلطان أيا كان مين زعلان من مين أيا كانت قصة أصلها إيه لو اختلف حتى فجواته نظر لازم تتحل يعني كده كده دي الحاجات لازم تتحل مع دخول عناصر ما خليتش موجودة ممكن تبقى دلوقتي مش جاهزة أو ممكن تبقى راجعة من إصابة أو دلوقتي مصابة فده من ناحية الفنية هيضيف للمنتخب استفاد إيه استفاد إن إحنا ما عرفنا إن إحنا اللعيبة الدولية اللي تقدر تستحمل ضغط مباراة كبيرة أو تستحمل ضغط بطولات كبيرة عندنا عددهم قليل قال الكلام ده برحمده وعجبني بصراحة قالوا برحمده وشاطر وعند رؤية وبرف الكلم قاسة يعني هي دي قصة كل حاجة كانت كويسة في البطولة كل حاجة كانت مساعدة كابتن حسام بصراحة ربنا يكون فؤون كابتن حسام على فكرة عشان برضو الناس بفاهم الكلام لو جارديولا لمسك منتخب مصر بالعناصر دي بالكواليتي اللي موجود دلوقتي نتائجنا مش هتريبة كويسة لازم اللي عود ده شوية ان انت الناس اللي عندها خبرات شوية والناس اللي قد محتوطها في الموقف دي قبل كده كتير حتى لو عندي معا مشاكل أو حتى عيد دلوقتي لازم أضمها ولازم أقربها ولازم أدخلها في المجموعة عشان عشان زي ما كان نهيشان بيقول ان انت ما تخسرش اللي انت انت النهاردك الجماهير بصراحة كابتن حسام اكيد عامل كبير فعلا ان هو جاب الجماهير دي عشان ما تخسرش ده لازم نتائج فعلا تساعدك عشان يعني الناس لا برضو مش عازل حسام حسن الوحد وعازل كان في موجود كبير جدا جدا من الدولة بمؤسساتها بشركة تسكرتي بشركة الأفريقية بالمتحاد الرياضية مع الوزير الشهر صبحي لا يعني كان في انا اعرف تفاصيل وفي تحرك الناس كده تعمل دورها الناس كده كده طول عمرها الناس دي على طول عاملة دورها والناس دي على طول بتعمل كل حي انا بكلم ان كابتن حسام عامل جذب زيادة لان الناس تيجي وده حاجة كويس وده حاجة كويس زي كابتن جواري زمان طبعا فعشان بس نستفيد فنهم من القصة دي لازم بس كابتن حسام انا رأي شخص لازم يراجع نفسه في الاختيارات ولازم لو المسافات بعيدة ما بينه وبين الناس معانا لازم تتقر على فكرة برضو وحشان عنده طبعا الداة دي المرشيل عنده الداة دي حسام حسن شارك امام كرواتيا سنة 99 في دورة اللي جي في كوريا لعب جونين صح؟ المعلومة دي أنا سابعتك بقى والورقة اللي انت خطط بالأصفر والأحمر ده فين مبقولش حاجة لا وماتش نيوزيلندا ماتش نيوزيلندا قابلو كابتن ابراهيم حسن جاب جون في نيوزيلندا هم العبنا ماتشين مع نيوزيلندا في تسعة وتسعين في تسعة وتسعين مرضو؟ قابل القارات قابل القارات كانت مباراة دي كان نيوزيلندا مع أمريكا والبرازيل والمانيا لما كنت شغلطان واحد واحد حزيم ايام جاب الجون واحد صفر كابتن ابراهيم جاب الجون فيها في بيتها يعني زي بيكينبور كده لو فكرنا بيكينبور حصد كأس العالم ولعب كأس العالم وخد 74 وخد 90 فضل كابتن حسام لازم يحط نقطة واضحة وصريحة اللي هي أول حاجة لازم جمهور مصر لازم يشوف خطوات نجاح ثم بعد كده خش في الخطوة التانية ما تكتشفش لعيبة في خطوتك الأولى بمعنى عويس قال نقطة مهمة جدا اللعيب الداولي ده قصة كبيرة قصة كبيرة تتحمل ضغوط خلي بالك انت ممكن يبقى لعيبة عنده 21 سنة بس بيلعب في أهل زمالك بيرمتز فيوتشر بيشارك في بطولات أفريقية عنده ثقل في المصفات الكيلة خلي بالك ميدون برح هو بيتكلم هو بحب حسام حسن خلي فكرة طبعا وانا بأعشاء قلنا بس بنحب مصر طبعا لما تكلم تكلم فعلا من قلبه في ناس بتطلع تقطع في ناس تطلع يقول لك قايم ده خمسة تقيمي ياعم تقيم ايه بس الحاجات دي حاجات قديمة من ستنات وخمسينات وحاجات قديمة كانت ناس بتقولها عشان الناس مكانش بيشوفوا مكانش بيشوفوا تلفزيونات لا كل حاجة بقت واضحة لا قدلوا خمسة قدلوا عشرة لا ولما تتكلم على تاريخ لما تتكلم على تاريخ كبير زي كابتن حسام لازم تتكلم بأدب بمعنى اقنعني كلامك بكورة اقنعني كورة انت النهاردة مثلا كابتن حسام مكانش كويس من مبارات كل وقت اقول ليه المشاكل عشان تاخد خطوة لقدام لازم تتكلم ايه المشاكل اللي احنا عاوز عدنا بها جوا الجيم لكن ما ينفعش تبقى مفلس في تحليل وتطلع تهاجم وتنتقد والكلام ده كله عشان الكلام ده بيعمل تراند انا ايه الفكرة انا قلتها ما ينفعش شام يخش منتخب مصر انا عندي قاعدة في الكورة عندي ضوابط في الكورة ما ينفعش لعيب يخش منتخب مصر مش بكلمش على الشام دلوقتي غير لما تكون اساسي في فرقتك ومؤثر في فرقتك والجمهور قبل اي حد واصف مليون في المية ان انت هتكون اضافة على فكرة ميدو مبارح لما قال الكلام ده انا بسترجع الكلام ميدو ليه انا مش بجامل ميدو انا ميدو عجبني كلامه كان عنده منطقية يعني بتحب مصر اقول الصح بتحب مصر وبتحب حسام حساب بتحب المنتخب وجه صح وده دورك ودوري انا ان انا اسأل ودوري الاعلام ان احنا دايما نبقى بنقين طبعا مش عيب وده مش معناه ده مش معناه ان انت ما تكتشفش بس بالراح بمعنى انت دلوقتي مثلا عايز تكتشف يسري وحيد من طلقة الجيش خد واحد لعب كبير عندك مش عارف لعب كبير اول واحد عرفنا للمحمد الصاير خد وليد فارق خد واحد زي وليد فارق خد واحد زي مصطفى وهي دي من الحاجات دي كلها بتدور في وجدان حسام حساب بحب الحاجات دي بس الوقت مش بتكسفة دي بمعنى معلش احنا عندنا مشكلة يعني اكبر حاجة ميكيلي في البطولة اللي هي تلعبت في السعودية لعيب رايح اولمبياد لتاني مطش على التوالي لعيبة ما عندها ثقة في ضربات جزاء كويسين جدا في التسعين دي ضربات الجزاء كارسة لازم نبعت للفيفا نلغي فكر ضربات الجزاء لان المنظر يحزن بس انا اول مرة اسمحولي بقى انا دايما كنت بشيد انا مكالي عرفه على مستوى الشخص وقابله كتير جدا ودارب كويس جدا بركات رجل زميلة عزيز ونجم كبير ومشرف على المنتخب انا شايف المعسكر ده مش معسكر ناجح من الناحية الفنية كنتفق معايا ولا تختلفهم لا هي بص كل تجميع فيه بعض القصور اللي ان الوقت خلاص الوقت بقى رب عليك انت الولمبياد خلاص قربت يعني هم ما كانوش وحشين في استراليا بس عندنا مشكلة لا ننميها دي ننميها ما تبقاش عندنا شرط سيها طبعا فده مثلا ده منتخب مفروض تاخد منه ده المستقب لكن هو المنتخب ده برضو اشتغلوا عامل شغلة على مدار الكام سنة اللي فاتهم ببركات ومكالي وجهاز المعاون لا عامل شغلة كبيرة طبعا وحاجة تانية المنتخب ده فيه عناصر وتحديدا في نص الملعب احنا محتاجينهم في المنتخب الاول يعني انا بقولك ان المنتخب الاول منتخب الاول محتاج تلات عناصر من المنتخب ده واحد عندك محمود صبر اتنين شحاتة ومحمود جهات بتاع فارقه التلات لعيبة دول هيكونوا اضافة ان مشكلة مصر كنت لسه بدارد تزول بالعبار السنية تقصد لا اللعيبة دي يعني انت عندك جودة في الهوفلفت برويما عادل اضافة لكن عندك تريزيجيو مرموش والشحات وناس كتيرة لكن الحتة اللي في المنتخب الاولمبي اللي هتفيد حسام حسن اللعيبة بتاعت نص الملعب لانت قزمة منتخب مصر دي كلها صدقني في نص الملعب مصر بتلعب بقاميس شيك جدا وجازمة وشرب شيك جدا البنطلون فين الله اعلم فين البنطلون يا تاريخ الله اعلم نقو وهو البنطلون هو نص الملعب عندنا كارثة في نص الملعب نص الملعب لا يا عويس احنا محتاجين محتاجين ديزاينر وتمزي شطر او ايطالي لا بكاد والله لفت ماذر الحاجة انت فعلا محتاج تخطيط محتاج ان حسام حسن يقعد بعد التجربة دي نشوف او قصورك فين ايجابيات وسلبيات ويعود مع اتحاد الكورة انتظام الدوري اللعيبة موضوع الكشف الطبي عن اللعيبة التغزية لا أمور كبيرة جدا حسنا بقى في الفوارق دي عاوز في المباراة. ما أنا بقول لك أنا أي حاجة عشان أنت تتنجحها تبقى في عندك حاجتين شور تورن بلان ولونج تورن بلان. أنت اللي أنت بتكلم فيه ده لونج تورن بلان. كلمنا عربي بس عشان. يعني خطة طويلة الأمد. خطة طويلة الأمد اللي أنت بتكلم فيه. صح. إن أنا كابتن حسام يوقع مع التحاد الكورة ويوقع مع الناس. إحنا عايزين خطة حالة. الحالة بقى هو أنت عشان تقلل الفوارق على فكرة عشان بيقوله نقطة مهمة جدا. أنا بصراحة بالنسبة لنا إن أنا أحسن لي بكتير كمدير فني لو أنا ما كان كابتن حسام. إن أنا أجيب لعيبة منتخب أوليمبي بيحتاجك دولي. بيحتاجك دولي في الحتة بتاعت الدولي دي بيلعبوا مطشط كتير. خلي بقى ما بلعبوش كده كانت مشكلة مكالي. لأ أنا مش عوز لي موكده كده مش هيلعبوا مطشط كتير عشان بيلعبوا في العشان ده الدولية. لأ أنا أتكلم. لأ أنا أعصتش في الدوري الدوري بحلي. يعني أنا بالنسبة لي أخد لعيب في منتخب أوليمبي أحسن لي بكتير. يعني أنت غياب إمام وخلي عويسك غياب إمام هتحله بمين فكرة زي محمود صابر مصر مفيش محمود صابر صدقني في مصر مفيش غير عبدالله السعيد اللي ممكن يحل أزمة إمام. لأ أنا ما بكلمك شوف مراكز مش هيلعب لك تجيبه لكن كفق واحد اللعيب نص ملعب يسحبك ويدوس يعمل دريبل ويدوس دريبل خمسة عشرة متر بالكورة هو إمام عشور إنت إمام تصاب مصر مفيش محمود. خلي بالك في حاجة مهمة جدا أروح لك في سؤال ده كونتر اتنين أنت رايح على كاس العالم ونزول بالأعبار سينية لستة وعشرين كل الناس الموجودة دي تلاقي الأعبار كبري. أنا أريد أن أقول لك بقى أنت لو تبص على دلوقتي زي ما كنا نتكلم أنت لازم تبص على اللعيب. أنا أتكلم أن أنت طبيعي لو أنا ما كانوا يعني أنا أحسن لي بكثير مثلا أخذ لعيب في منتخب أولمبي. قصة المنتخبات دي. أخذ لعب شوية عن ما أخذ لعيب ماشي كويش شوية في الدور المصري يعني أحسن لي وريسك أقلب كثير أن أخذ لعيب في منتخب أولمبي. في نصف الملعب ستفيدك في منتخب أولمبي حسن صحيحاتها اللي ميزه عن أي حد تمايز اللعبين محلية كما قلونين تمايزوا لعيبة محلية وكان كلها لعبة منتخبات. أنت كانت تلات أجيال في بعض كلهم لعبة منتخبات. كان آخر جيل أحمد حسن كان آخر جيل أحمد حسن وعبد الظاهر وكابتر عصام طبعا ما حفظ الألقاب. بعد كده رح داخل عليهم جيل محمد شوقي وحسن غيالي وكذا وكده جيل كلهم لعبة منتخبات. فهو أنت صد إنت هتحطه في الملعب مش هيتخض. لكن أنا معنيش دلوقتي لما يحط محمد الشامي دلوقتي هنزله عشر ديف وماتش كروتها. هستنى منه أن هو أملي الفرق إزاي. ده أكيد. بس في لقطة مهمة برضو جدا وأنا جيب لك صورتين للقصة دي. نحن عملين نتكلم في كلام حلو ومفيد جدا. ولكن كابتن حسن برح أقطع فنيا في وقت مهم جدا. بمعنى أنت لعبت أول تلت ساعة لعبتهم كويس جدا ليك. كنت بتضغط ضغط جميع الخطوط كلها قريبة البعض. عشان كنا جبت جون وكرة في العرضة وكرة. أول لما جبت الجون ليه ما خدتش الجون يديك ثقة. وتلعب كرة في وسط الجمهور ده وملعبك. أنت رح ترادت الورا. طب لما ردت الورا أنت عملت كارسة في نص الملعب وهي أن أنت لعبت مان. لعبت مان مروانة ظلم جدا. أكرم ظلم المنتخب أفشة ظلم المنتخب. يعني في صور أنا محضرها. فضل يا جماعة لو جايزين بالصور. لما بتيجي تلعب مان ليه بتاعت الضغط. أكرم كان بينزل بص. ده صورة أنا عاملك المربع ده فاضي. ده واحد هيخد الكرة ويروح. إيه اللي بيحصل؟ لعبة الثلاثة بتاع نص الملعب ضغطين بيلعبوا مان على لعبة الكرواتية. على حدود الثمانتاشر بص المسافة بين رامي ربيعة ومنعم. ولعبة نص الملعب. ما فيش أي انضباط في نص الملعب. أنت في فرق أن أنا بلعب مان. بسلمك بقى تاريخ. عارف يا ما أعمل إيه؟ أنا بجري وراك. أنت دلوقتي خارج براء السودية أنا بجري. بروح مسلمك لحد براء. ليش إن أنا مثلا بنزل استلم من عند الحدود الثمانتاشر أنزل معك كل المساحة دي. لأن أنت إيه المشكلة إن مدرش يستلم قدام الثمانتاشر بتاع الكرة. إيه الخطورة اللي على أبو جبل هنا. أقول لك هشام الطبيعي للعمق. الطبيعي أن الرجل اللي ماسك مدرش ده يسيبه. ويخلي مصطفى محمد ولا يمزل لي أبو. في صورة تانية أرى لك هما بيعملوا إيه؟ كانوا بيسحبوك. هما خلاص لقتوا بص دي. ده اللي بيحسن. حلو الصورة دي كمان واضح. بص بقى. أدي كده. فين مروان. فين أفشة. فين أقرب. كلهم على خط بص نعم. تمام. أنا برح واخد الكورة ومرجع الكورة. عمل المدافع ده. بديها بص في المساحة. الفاضية فقط الملعب. ده انت هي. ده القصة الأزمة اللي هيكت عندنا. لأ. انت ممكن ترى عامل إيه؟ عايز تلعب زون. إيه عبزون. طول ما الكورة قدامك مفيش قلق. ليه أجري وراك لغاية بيتك هناك. التأثير. خلاص بط خلاص. مش قادر. فدي مشكلة كبيرة. قبلتنا مبارح. في الوقت ده. وهو ده اللي خلا نص الملعب يتسير. وأنا ماروان بقولها لك. شفتها في مطش النيزلندا. لا مظلوم. وفي مظلوم كمان في الخروج بالكورة. خلي بالك انت عايز بيرلو. انت عايز بيرلو. ان واحد ينزل يستير بالكورة. منين يجيب بيرلو تاني. لا قديم. خلي بالك لازم لعيبة المنتخب كلها تبقى لابسة نظارة واحدة. يعني كلمة نظارة واحدة. انت عمل تضغط. لو جبت فام حي مصر الجديدة بمدينة نصر بتضغط على عيبة كرواتي الكورة مش هتقطع. ليه. لان في حاجة اسمها بسلم صح. بتحرك صح. خلي بالك يا عويس برضو. المدير الفاني بقى لكم سنة معهم ثمان سنين. وثالث ورابع كاس عالم. ثالث وتاني. ثالث وتاني كاس عالم. بس انا اقولك حاجة. الفكرة كلها ان انت دلوقتي انت عملت تضغط. والكورة بانت ان انت مش هتقطع. خلاص ما تقعدش بقى تلعب من اللي غايت قدام. يعني اقولك حاجة جميز. مش عنده مشاكل كتيرة جدا في الزمان. لكن عنده بصمة الخروج بالكورة ظهرت. فكرة ايه. ان انت تبقى مصمم على فكرة ان انا عويس معك كورة. لازم اتحرك له. لكن ما يبقاش فيه كسل. لكن انت مبارح لما بتيجي بص. لا. اكرم لم يضيف دفاعين ولا هروميا. افشة. انا صعقت. بس الليفل بتاع افشة. مش كده. افشة انا بقولها لك. افشة كان متقلق مع مين. مع موسيمان. انه كان بيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد صريح. لكن ليه ما بيلعبش مع كولر. لان كولر بيلعب ثلاثة في نص الملع. هي مش بتاعته. هي قوة افشة ان هو يلعب عشرة صريحة. تمام. لا انا بالنسبالي. وبعدين تاريخ انت الوقتي معلش. انت جبت حمدي فتح ليه. ليه. تمام. جبت احجازي ليه. انا لازم اثقف الاحجازي. ان مصر كلها كانت المطبلاتية مستنين ان هو لما راح للسعودية ما يرجعش. يقول لك عشان مش يلعب ماتش. كل وقت يا مجال. لكن قمة في الاحتراف. والتزار. راح ورجع. دي تحسب ليه مليون في المئة. لكن واحد زي حمدي مع احترامك كامل. لا. حمدي اكيد احسن من اكرم توفيق. لا والسؤال تانية اهم يا شوية. لو انت اخذ اكرم توفيق ان هو العيد نص ملعب. ماذا اخذ باكرايت تانية معك ليه. طيب اروح للباكرايت والباك الشمال. بس هنشوف الاول التصريحات يا عويس معاك. ماذا. تصريحات حسام حسن المدينة الفني لمنتخب مصر. مواكة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من خمسة لعبين اساسيين. مثل زيز شناو ممعشور بسبب الاصابات. وسيختلف اداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين. وايضا رمضان صبح المصاب مع فريق بخلاف غياب المصابين. كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم. انا عايز اعمل بان دي قصين. فضل. كان من المفترض قدومهم. في ناس قالت انه ما ذكرش اسم صراحه. هو فيها ما ذكرش اسم صراحه. بزبط. لكن كان من المفترض قدومهم. نحط الف سطر هنا. الايجو. الايجو. بتعكبت. اذا قلت عشان بغض نازع تصحل للاخرانيين. طبعا. الايجو بتاع كابتن حسام عادي. والايجو بتاع محمد صلاح عادي. المهمة لازم التنازل من الاتنين. لازم الاتنين يتنازل. لصلاح ومحترام الحسام. مصر فوق الجميع. النقطة دي لازم تبقى واضحة. صلاح. العنات مش كويس في اي حاجة. ايا كان. انا بقول لك كفكرة. لازم تتحلل ليه. لما تيجي تسمع لصلاح. صراحة يقول لك كابتن حسام هاجبني. بس هاجمك كايه. وهو محلل. مش هو مدرد. فهم اصلي عاوز. يعني انت خلي بالك موقف صلاح في كاس الامم. في ناس بتعشق صلاح. كانوا معترضين على الموقف الصلاح عام. في ناس مع صلاح. يقول لك الاحتراف كده. ان انت لو في واحد في المية ان انت تحاول تلحق مباراة. اشتغل عليه. وفي واحد يقول لك لأ. انت لازم ككابتن تعطي. فكابتن حسام لما يتكلم على صلاح. يتكلم كراجل محلل. في قناة في الموقف ده. لكن لم يخطئ في محمد صلاح كمدرب. صح؟ بالنسبة لصلاح. لازم انت كمان دماغ تكبر في ايه؟ لا انا برضو عايز حاجة مكملة انت وعيس عليها. يعني حسام حسن في توقيته كان نجم النجوم. وكابتن جهر تحديدا. كانوا لهم حسام. العب حسام. حسام. اي حاجة كانوا محتاجينها من كابتن جهر. كان بسطه حسام حسن. يعني برضو كان يتعامل ان هو نجم الاوحد للتريق. بالتالي محمد صلاح في توقيته الحالي. هو النجم الاوحد او النجم المهم. هو لازم يتعامل كنجم اوحد. هو محمد صلاح. انا اكثر واحد اجبته. وليقول غير كده. انا راجل بالنسبة لي. انا بحيب محمد صلاح جدا. ولكن لما مشي منتخب. انا رأى واحد من الناس. كان في ناس صفه. وفي ناس لا. انا كنت من الناس اللي لا. ان كنت شايف انهم مفروض يعود. بس دعنا نتكلم بحق ربنا. محمد صلاح ده مش بتقرر لنا كل سنتين. محمد صلاح ده مش هيجي زيه تاني. ده لقم واحد. لقم اتنين. كابتن خالب بيومي قال في تصريحك لابوداوي الرياضية. قالك محمد صلاح ده يتقرر 400 سنة. طبعا طبعا. الحاجة الاهم بقى من كده. ازاي ما عشان بردو بيقول. ان لازم لازم لا يقرر بكات النظر. كده كده. القصة لازم هتتحلها هتتحل. ما هو محمد صلاح. ما هو محمد صلاح مش هيفضل. سهل خالص. ما هو محمد صلاح مش هيفضل. مصاب او راجع من اصابة او. قالك حسام فيه حاجة بيحتوي. يعني حسام على فكرة. طيب جدا. هي هتخلص. بس تصريحات اللي شابها دي. يعني ما حدش. مش هو. لا اصمحتش اقناني ان هو يفتكر رمضان صوت. ما يفتكر محمد صلاح. هي قصة الرسالة واضح. بس لازم بقى حد كبير. وطبعا انا اعرف ان ده هيحصل. هيحصل اكيد. يعربوا جات النظر. عشان منتخب مصر من غير محمد صلاح. بيقل كتير. ده لقم واحد. ده لقم اتنين. كابتن حسام نفسه عشان ينجح. محتاج محمد صلاح في المجموع. بس كله بساطة. ده حاجة انا اقلي بالك. صلاح. لازم يقدم السبت. وانا راجل عايز اقولك. يقدم السبت. ليه. لان برضو ما ينفعش كابتن حسام وكابتن ابراهيم يكلموا. نجم او لاعب. وما يتردش عليهم. هل دي يعني ده. لا مصر كلها عارف. مصر كلها عارف. حصل. حسام ابراهيم. احتراب طبعا النجمين الكبارد. كابتن ابراهيم. اتقل ايضا كابتن ابراهيم. اقول لك حاجة. لا برضو مصحة لفكرة. لو المكالمة. هذا اللي انا عايز اقوله. انت دلوقتي. انا انت دلوقتي حبيبي. لو كلمتني مرة اثنين تهيت وما ردتش عليك. هتزعل. اكيد. فانا لما بقيمة اكلمك. ما تردش عليك. الكلام ده تحت الترابيزة. فمحدش عارف. انت اخلي بالك. انا طلبتك النهاردة مرة ردت عليك. انه مرة ردتش وما ردتش. فالمهم ايه. انا عايز اكلمك. عشان اقولك. يا ابني انا راجل انسى كل الكلام ده. انت معايا وانا هعمل لك كل حاجة. وانت النجم كبه 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 كبه. تمام. لازم بقى انت صراح من الجانب. صراح بيلعبها صح. انا بالنسبالي. يعني اقولك حاجة. مصر اخذت البطولة. كان كابتن حسام حس ان انا صح. وكان ممكن مشكلة صراح تزيد. وصراح دلوقتي. لما مصر ما كذبتش البطولة. ممكن يبقى حاسس ان انا رجل. والله نعرف اثنين على المصر والشخص. كابتن حسام قطي بقى في التاريخ. صراح ولد محترب وموذب جدا. طبعا. وانا نفسي القصة. موضوع عند. الموضوع عند. الموضوع متاخد عند. وما فيش حد يعني اتبقى في حاجة زيادة. طب. وقولك على الطرفي الملعب في المدافعين. محمد هاني ومحمد حمدي. الناس كلها قلب عليهم. وشايفين انهم. ليه. ليه بتعمل فينا كده. لا انا عادي. انا بصراحة عادي. انا بقول. انا ماشي. هنتكلم في الحتة الدفاعية دي. فيه اتنين كانوا وحشين على فكرة برضو. بس اتظلموا. مرامي ربيع ومحمد عبد المنات. اتظلموا ليه انهم مش محميين. انت مع احترامي الشديد لمحمد هاني. ومحترامي الشديد لمحمد حمدي. خلينا نتفق برضو يا جماعة. واللي ميدو قالوا مبارح. ان الكورة ليفلز. الكورة ليفلز. مش ايحد يلعب في اي ليفل. محمد هاني يلعب نهاية افريق. ميدو دماغ. طبعا. طبعا. انا بتعلم منه. ان انت تلعب مثلا. محمد هاني يلعب ضد الرجاء. في نهاية افريقيا يبقى كويس جدا. لك انت تلعب ضد كرواتي. الكورة. مش اي حد يعرف على فقهات. مش اي حد يعرف على فقهات. مش اي حد يعرف على فقهات. انا مع احترامي الشديد. وممكن كلام دي زعل ناس كتير مني. انا محمد هاني بالنسبة لي. مش بكرة منتخب مصر. يعني ما ينفعش بكرة منتخب مصر. لما تقول لي مش بكرة. انا بقول لك. انا بقول لك حاجة. ها. محمد حمدي نفس القصة. محمد حمدي لعيب كويس جدا. ومحد تشاهد انه بقول ان اللعيبة دي مش كويس. لا. اللعيبة دي كويسة جدا. وعلى فكرة فيه في الزملك زيهم. بس لما تبقى تعلب الليفل. فيه ناس مستوى بيقال. من البديل على الوضع الحالي. الوضع الحالي انا بالنسبة لي. عمر جابر. تختلف. وممكن تبتدي تدي فرص. لواحد زي احمد هاني. احمد هاني سيراميكا. اصلا. لعيب منتخبات. لعيب منتخبات. لعيب منتخبات ولعيب واحد جد. حاجة تانية مثلا. زي مثلا. نحن نتكلم في قصة محمد حمدي. محمد حمدي مش عقب المطش الجاي. ليه مددتش في المطشين دول فرصة لمحمد شوكر. انت تشوفه. كان على اقل حتى. دي النقطة اللي عويس قالها في الاول. لازم النواية. تبقى في رسيل ده اعلام ده. تمام. ليه. هل عمر كمان لو تقلق هيخش سؤال. هل فتوح لو تقلق هيخش سؤال. هل عمر جابل محمد الشناوي. احمد الشناوي. كل الكلام ده في منطقة مصر. ما ينفعش. مازال كل الدعم. كل الدعم لكابت حسام حاسم. كل الدعم لإبراهيم حاسم. كل الدعم لكابت انطرق سليمان ومحمد عبد الواحد. وكل الناس اللي موجودين في مصر. واتحادوا الكورة. وكل الناس القائمين على الرياضة في مصر. اللي نحن نتمنى في المقام الأول والأخير. رفعة الكورة المصرية. فاصل ووعد الفاصل. مازال حوارنا المميز. مع اثنين من ضيوف المقربين والمميزين. عويس والشام. ولكن بعد الفاصل. نجومنا الكبار. عويس والمرشال. هشام رشاد. هشام. محمد أبو جبل أو حراسة مرمى منطقة مصر. فيها هزة. فيها هزة. فيها هزة. لأنه مفاهاش ترتيب واضح. يعني غياب الشناوي. محمد الشناوي بيعمل إرباك. غياب الاتنين الشناوي. بس أنا محمد الشناوي تحديدا. مين الأول بعد محمد الشناوي. الله أعلم. مين الثاني. مين الثالث. مين الرابع. يعني أنا أبو جبل اتصاب. فلاقيت مهدي سليمان. مهدي سليمان حبيبي. بس عمتا لما أي مشجع طبيعي. لو أبو جبل حصل له حاجة. مين عواد. أو حتى مصطفى شبير. أنا بحب مهدي سليمان جدا. لكن المنطق بيقول إيه. منطق بيقول كده. فلما جاء قام. في حاجة مش واضحة في حراسة المرمى. ثاني حاجة. الناس كلها ممسك أبو جبل مبارح. سالخاء. سالخاء. أبو جبل لعب 14 متش دخل 13 جون. عادي. أنا مش هكلمك في الحتة دي. لكن مبارح. الهدف اللي ممكن تلوم عليه أبو جبل. في ناس ما شافتش أن الجون الأول دفلكشن. في ناس قلت لك. ده نزل. أنا واحد من الناس أول. لما الجون دخل. قلت يا أبو جبل دفوقيك. وانت ما شاء الله طويل. لما تفرجت على الأعادة. لا. عمل الدفلكشن سريع. لكن نجي نلوم مين؟ لوم الدفنس. اللي سايب واحد يشوت هنا. واحد داخل. تمام. التاني ماله. التاني معلومة كروس. والسردباك. والتغطال عكسين. المبكرات ما فيش. أنا دلوقتي مثلا واحد دخل فيه أربع هداف. لكن هل هو سبب اللي حصل؟ لا. هل هو اللي راقب غلط؟ لا. هل هو اللي تمركز غلط؟ لا. هل هو اللي سايب واحد يسدد؟ لا. فدحق ربنا. اه دخل أربع أهداف؟ دخل أربع هداف. تمام؟ زي قوسة تمام. ودخل فيه ستة أهداف مثلا في ماتش ستة واحدة. هل هو مسؤول عن الستة أهداف؟ لا. شو ما بلاعبش اللي وقت في زمارة. تمام؟ النقطة اللي أنا عايزة أكرمك فيها. لا. منتخب مصر في البطولة دي بقى النقطة مهمين جدا. أول حاجة. الكروات العرضية كارسة. تمام؟ انت ولا عارف تقف ولا عارف تمام. انت مركزات اندفع وخط واسد. وبعدين الراجل بتاع كروات يمبرح لها بحاجة صائعة جدا. كان بيعمل ايه؟ يروح مدخل واحد. هو عارف ان احنا بنلعب مان؟ يروح مدخل واحد واثنين بيجلوا في عكس الاتجاه. فانت بتروح جاري وراهم. والكرة بتتلاح في عكس تتانية. طبعا. معروفة على فكرك الهترة دي. فانت عندك الازمة دي. وازمة تحت تنص المال. هدف التاني صدر يا مرشيل صدر. وقفة مرة واحدة. وقفة خمسة ستة سبعة. كلمني ازاي. ازاي. سبعة على خمسة مرة واحدة. انت عينك بص انت واقف. مش بميل. انت باصص للكرة وظهرك ده. سلام عليكم. دي مش وقفة لعيب. دي فرقة خمسة سلامة ما يخش فيها جونة زي ده. بص القصة ماشية ازاي. لو ينفع نرجحها بس بداية وقفة محمد. لو ينفع. وهو بداية الكرة بتطلع من رجله. هي بداية الوقفة هي الكارسة. يعني بداية. هو محمد هاني وهم طلع نفسه برا اللعب. يعني محمد هاني لو خدت محمد هاني ده تلاتة سر. محمد هاني برا اللعب. هو سبعتاشر دماء كنه مشهور. محمد هاني بقى هنا. محمد هاني مفروض يبقى الراجل. دي تنين على تنين زامع وزبي. قول انت كتلاتة محمد هاني مع سبعته. على فكرة مرموش مش واقف غلط. يعني ولا مرموش واقف غلط. ولا مرموش واقف غلط ولا تريزيجي. تريزيجي ممكن يبقى غلط سنك. لازم يبقى رائب من أربعة سنة. يعني الوحيد اللي واقف صحي في القصة دي مرموش. هاني مفروض يبقى في جنب مرموش. ووشه لسبعتاشر. انت باسس هناك ليه. هوا ميلا هيجيب الجون. اللي بيرفع الكرة. اللي الكرة هتجيله. هاني من أول خالص طلع نفسه برا لا بخالص. يعني ما ينفعش براجل. لا بكتر من 300 مطش مع النادي الأهلي. ولا بكتر من 20 مطش دولي. بديه وقفيته في كرة سابتة. لا وبعدين خلي بالك الجون ده. انا بقولها لك. هتلاقيه في الدور المصري. الدرجة الولى. كتير. والدرجة التانية. والناشئين. انت عندك أزمة في البعيدة. برضو بيزويك. يتعلق لي على تمركش زي ابو جبل. لا ابو جبل. مش بتاعته. لا لا مش بتاعته. لان الكرة بتلف في البرا. بص يعني ماشي الكرة. بص الكرة بتلف في البرا. فهم. عملا تخرج لبرا. هو بتعدي لابو جبل معه. عالية كل دي ما فيهاش. ابو جبل ما ينفعش يطلع. دي عايزة رمسيسي التاني. يطلع المسابة دي كلها. لا هنا خلاص. دي مصحي. حمد يو حمد اللي بقابله ده. ولا ربيعة. مين ده ربيعة ولي حمد لو نيدا. حمد يو في العكسية. بس انت هنا بقى تتكلم في كواليتي مختلف خالص. تاني عالم وتالت عالم الحاجات دي ممكن لو جات لنا تليها كسرت شاشة النديجة. لكن النازل مبتغلطش. الجون الرابع شوطها في المقص. مش عارف الجون. لكن انت ملامح مشاكل الكور السابتة. ظهرت في الكورة واثنين وثلاثة في شوط الأول. ده برضو يخلينا اسألك السؤال المهم. مين حرس مرمى بعد الشناوي. رتب كده اثنين بعد الشناوي يبقوا هما الحرسين الأسرين. أنا وجهة نظري. وجهة نظري. هقول لك مفاجأ يعني. مصطفى شوبير. حالا. لو بتكلمني حالا. أحمد الشناوي عنده خبرات كبيرة جدا. أحمد الشناوي عنده خبرات كبيرة جدا. لو انت بتتكلم. هلا يا خوش. وانا اقولك شناوي في الوقت الحالي. شوبير جاي. يعني واعد يامه اللي جاية. اخلي بالك. انا بتكلمك حالا. يعني البطولة دي. لعبها ابو جبل. عواد. بيلعب وملعبش. انا مصطفى شوبير بالنسبة لي. عواد. كان يلعب لو ابو جبل ملعبش. عواد او مصطفى شوبير عن مهدي. هي الكرة مفاجش مشاعر. انا مهدي صاحبي جدا. لكن في الواقع يا مصطفى يا عواد. لو كان حصل اصابة لابو جبل. لكن انت انا بقول لك. لا واحد زي محمد بسام. لازم يبقى متواجد من ضمن الاربع. لو بنتكلم حق ربنا. انا بالنسبة لي احمد الشناوي من اهم المواهب. لكن احنا بقلنا كم سنة بنقول على الكلمة دي. بس اوليك العاجة. اوليك العاجة. احمد الشناوي السنة دي مركز. يعني السنة دي بالذات. احمد الشناوي. الناس مش مركزة عشان في فيروس. بس احمد الشناوي السنة دي. لو شفت ارقام وشفت عدد الكينشيت. وعدد المتشاط اللي لعبها. لا. في بقى نقطة تانية. انا عايز بقى وجهة نظرك. انا اخذ بقى النهاردة في الحتة دي محمد عباس وعويس. محمد صلاح بطريقة اللعب. ان شاء الله المشكلة تخلص ويركها. لكن المهام اللي كابتن حسام طلبها من مرموش وتريزيجيه. محمد صلاح مش عافي يعمله. الدفاعية تقصد. الدفاعية. فدي حاجة من الحاجتين. يا طريقة اللعب تتغاية ال 4-4-2. يا تلعب 4-3-3-2-8. تحمي الجناح. يا يجي زي دويدار لما كان قاعد هنا مكان عويس. قالك ممكن ملعبش مع حسام حسن او يغير. وده حق المدير الفني. لا بس يا خلي بالك. اه. هي انا وجهة نظري بلاش مطالب ومهام مركبة كتير. احنا ما عندناش. انت عندك تلاتة قدام ممكن تطلب منهم. افكار كتيرة ان الناس دي بتلعب في لفل عالي. يعني سواء مرموش او مصطفى او تريزيجيه او صلاح. او حتى زيزو او حتى الشاحات اللعبه دي من كتر اللفل اللي اشتغلوا فيه. تقدر تطلب منهم لكن دي فنسك ولعبة نص ملعب معدى امام. اديهم الوضوح. اقول لك لو محمد صلاح في المنتخب هيعمل ايه. لا يمكن هيبقى اللي بيلعب تمانية ناحيته هيبقى افشي. يعني لو محمد صلاح في الملعب والمالعب اربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. هيبقى اللي ناحيته ده واحد زي مثلا زي حمدي فتح. هيبقى واحد بيدافة يقوم بالدور الربض اللي انت بتتكلم عليها دي اللي مرموش بيردها. ما دي كان ايام فيتوريا في قص ملعب بيحمي. خلينا بس نرجع برضو عشان احنا قدمنا دقيقتين وطلع فاصل في الجزء دعب. وبعد الفاصل هيبقى اهل وزمالك عشان الوقت عندنا دا. حجازي انتو كلمت على حجازي والاحترافه الكبيرة جدا في احمد حجازي. رجل جاه وراحه للسعودية ورجع وقعد على الدكة. هل حجازي وجوده في فرقة كبيرة زي كرواتيا في الكروسات العرضية. فالحاجات دي كان موجوده. لو كان موجود طبعا كان هيفرق. بس الحجازي اللي انا عرفه هو جيه يوم المتش الصبح يوم يابليه بيوم. بس طبعا وجود حجازي في الملعب مقارنة بالموجودين اكيد مهم. اول حاجة حجازي شخصية قيادية بطبع. اتخبك مفهش قائد. اتخبك مفهش قائد. لو محمد صلاح مش موجود فهو حجازي. حجازي لو مش موجود عمل لك مشكلة كبيرة جدا. سيبك من موضوع القارع عرضية. وكلام ده كل حجازي لعب كبير اول حجازي بيعرف يطلع بالكرة كويس اول حجازي بيعرف يقرب الخطوط من بعض بالكلام. انت مبارح عشان كنت بحس انه محدش بتكلم مع حد. يعني مثلا السردباكات. يعني لو انا سردباك في منتخب مصر شافل مسا حد دي كلها. ايا كان مين بيقول ليه بره. هقول له لا اوقف. بس لو عايز يلعب حدك. انا على اقل اللعب موتش نيزيران. يعني اقول لك انا. انا اجيب لك صور بس سريعا لو موجودة. ليه حجازي يوم الجمهور التالي الصبح. اقول لك حاجة. احنا شيلنا. انت معك صور تانية. اه يعني هتطارد ليه رامي ربيع. ليه رامي ربيع اللعب على حجازي. ممكن سافر ورجع فما لعبش كل الوقت. طب الموتش الاول ما لعبش ليه. عشان حاجة واحدة. كابتن حسان باني. ان الباك رايت الباك ليفت بتوع هم المفاتيح اللعب بتوع. فلازم يبقى فيه لعيب. في الديفنسة ويس بص. بص على محمد حمدي. بص رامي ربيع مفتاح مهم جدا. كابتن حسان لعب رامي ربيع عشان الكرة دي. اللي بعدها. اللي بلعب في الاهلي. بالظبط. نفس القصة. الكرة اللي بعدها فيه كرة عملت. نفس اللعب في الاهلي. بالظبط. الكرة بص رامي ربيع عدى نص الملعب بتاع نيوزلندا. هو اللي بيعمل الكرة التريزيجي اللي بيقطع. تمام. احنا هي دي النقطة اللي كابتن حسام حسن. ملعبش حجازي بسببها بماتش الأولاني. ماتش التاني ممكن يبقى فيه مبرر ان انا ملعبش. لكن احنا شيلنا حجازي ببطولة. اللي تلعب بتاع الكاس الأم. هل حجازي مبارح لعب؟ نا. تمام. ايه وجهة نظرك في الديفنسة. نفس المشاكل. المشكلة ان احنا عندنا مشكلة جماعية. احنا مشكلتنا مشكلة جماعية. التنظيم عشان كده. لو انا بنصح كابتن حسام اللاعب ولا انا بعشاءه. حاجة الوقعية ونمشي خطوة خطوة. ليه؟ احنا ما عندناش ناس تديها افكار كتيرة وحاجات مركبة كتيرة. لا. الباكريت مهامك كذا. الباكليفت مهامك كذا. لعب نصف ملعب كذا. تاني حاجة ان انا عايز اقول لك. لازم واحد زي مهند لاشين. واحد زي غنان محمد. واحد زي دونجا. واحد زي انا محترامك كامل. كوكا لعيب هايل للمستقبل. بس ما يستحقش يخش. انت سبت لوحده بنصف الملعب. تمام. لا. ولسه بيتعالي. كوكا انا من الناس اللي بقول لكابتن حسام حسن. دعم كوكا واخده وكبره. حقيقي. قبل ما اطلع الفاصل الاخير. مصطفى محمد لوحده. هو رأس حربة مصر الاوحد. ومفيش حد وراء منه. طب ماشي. بدا مشكلة. هتلاقي محمد عاطف. هتلاقي الشيء ما هتلاقي. هو الحل موجود. بس انت. هو مرموش. عشان مرموش قصلا رأس حرب. يعني مرموش بالعافة المانيا رأس حرب. عشان كده. لازم نغير. 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 أهم لاعب في منتخب مصر مع الحل اللي جاية طارق حامد. طبعا. طارق حامد. طارق حامد. ما احترام الشديد لايحد. ما يوجد شخص القصص قريب من مستوى طارق حامد. حامد فاتح جمع برضو. حامد فاتح لعب كبير. و يلعب و يلعب و يشارك. طبعا. بس خلي بالك الستة. خلي بالك النادي الاهلي قوته. النادي الاهلي قوته مروان عطيه لا النادي الاهلي عشان قوي جدا 90% من المطسط اللي بيدعابها فارم اي حد وراكب على اي حد وكل حاجة ما يخليك حاسس ان مروان ستة هايل وهو في وقع الامر فيه لفل معين مش هتحس مروان انت عايزه اذا مازال الحوار مفتوح والحديث مفتوح مع حلقات اخرى مع بركاته وميده هو معايا ان شاء الله في اللي جاي لكن يبقى الاهم هو ان كابتو حسن يقعد كده مع جهاز المعاون يقعد مع اتحاد الكورة يقعد مع ربط الاندية والنائب احمد دياب يشوف الدنيا راحبين وجاي منين اقعد على اخطائي ومش عيب ان انا يبقى عند اخطائي عويسة اقعد على اخطائي هشام واقعد واشوف الدنيا ماشى معايا زي لان اللي جاي صعب امام وجهتين افريقياتين ان شاء الله وعد كده يدخل على كهس العالم ودخل على امور كبيرة جدا لابد ان تكون فيها النواية صافية تكون فيها الامور فاصل وبعض الفاصل عن الاهل والزمالك في حوار مهم جدا مع ضيوفي الكبار المهمين بالنسبة لي في رؤيتهم الفنية هشام وعويس ولكن بعد فاصل نجدكم تاني في الجزء الاخير وعن الاهل والزمالك هنبدأ طبعا هنبدأ مع هشام الاهل والسفر وصل الى تنزانيا في مهمة صعبة جدا سنبا التنزاني والجماهير والدنيا والتزاكر وحاجة يعني الناس هناك مبزروش وعندهم ملعب كبير جدا بياخد عدد كبير جدا من الجماهير شايف لعبة النادي الاهلي هيبقوا مرحقين في موسطة المشوار مع النادي الاهل أفريقيا وكيف ترى النادي الاهلي بخبراته الترقيمية كبيرة جدا في بطولة زي دي او في مباراة زي دي اهم النقطة العقدة دي يعني او الاندية هناك دايما سنبا من الفرق المنظمة جدا عامل الارض والجمهور بيفرق معها بشكل كبير النهاردة عاملوا حركة نص لبة انهم جاموا ملعب حفر وحاجات دي كلها ولكن خبرات النادي الاهلي ان شاء الله هيراب يتعامل مع الامور دي كلها طبعا غياب امام عشور قصة كبيرة جدا في نقل الكورة ولكن عنده بقية الخطوط تقدر يعني أنا وجهة نظر ان عشان تحل ازمة نص الملعب لازم تلعبها بمروان وكوكة او مروان والسلاية وافشة خلي بالك لعبة الاهلي يتلعوا من الملعب على السفر على طول طبعا فانت خلي بالك ما عندكش ازمة وراء بس عندك ازمة لان رامي فاق يعني في البطولة دي كان كويس فانت رامي جنب منعم تمام عندك معلول عندك هاني عندك كل هاجة وخط الامامي ما عندكش فيه اي مشكلة قصة كلها في نص الملعب عشان كده ماتش في رمضان فانت لازم ما تعملش مجهود كبير جدا عودتك بالتعادل دانا بالنسبة لي مكسب هيساعدك كتير جدا انت في مصر بمناسبة المكسب الاهلي وسيمب هتلعبوا يا عويس تالما تامن ماتشاط لا اعتقدنا تايير رائبة قوي اه سيمبا فاز في الثلاثة والاهلي في الثلاثة وتعادل في الثلاثة فمهم جدا الاهلي ما يعملش عندك بيرسي تاو فانتس لهم عايزين يجيبوا اكبر عدد من الاهداف اللي يساعدهم في مباراة مصر انت سيب الكرة واشتغل صح وده فكرة اعتقد ان كولر هيشتغل فيه انا شايف ان الاهلي لو رجع بتعادل انا شايف هقوله مبروك انا خايف شوية عشان كانت حالة الاهلي قبل الماتش ده حالة الاهلي قبل المعسكر المنتخب كانش احسن حاجة يعني فاتش زمانك كانش حسن حاجة والمتشاط اللي بعدين كانش حسن حاجة بس زي ما كان شام بيقول وانت بتقول ان الاهلي خبرات غير طبيعية يعني يعني الان شوية من الحالة الفنية بس يعني متأكد ان الاهلي ان شاء الله هيعدي ليه عشان الاهلي متمرس في بطلاط أفريقيا يعني بطلاط أفريقيا دي ملعب النادي الاهلي فلو فعلا زي ما شام بيقول ان تلعب تعادل ومتمعناش في الماتش هناك وان احنا الاهلي سيمبا والملعب والحفر احمد علي المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا التنزاني بيدعو كل الجمهوري التنزانية مش جمهور سيمبا بس خلال موقع رسمي النادي عشان يضغطوا على نادي الاهلي يبقى المباراة بالنسبة لهم هناك لو في فوز طبعا نحن نتمنناش يعني يبقى يرايحوا في مباراة العودة لكن احنا هنا وان شاء الله نبقى قادرين هم أي حاجة يعرفوا يعملوها يرخموا عليك بيها يعملوها طبيعي هذا طبيعي في أفرقيا بالذات والاهلي برضو عنده أصابات كبيرة يعني يعني طبعا لا امام عشور احسن لعيب في مصر اخر ثلاث سنين الناس بتزعل امام عشور لعيب بيفرم عايي فرقة لعيب الوحيدة اللي عنده القدرة بعد عبد الله السعيد النقطة المهمة جدا ايه قوة النادي الاهلي هي السرعات في التحولات قوة النادي في التحولات عايز تلي بأكبر عدد صح فانا هنزل الهاج هو أحلى حاجة علالي واشتغل في ضهرك عندي بيرسيتاو ريدا سليم وكهربا فان شاء الله عدنا كمان مواجهة يعني كمان في الكونفدرالية الأفريقية ما بين نادي الزمالك ونادي مودرن وفوتشر برضو تبقى برضو مواجهة صعبة مش مواجهة سهلة أنا زعلان والله شاهلا ببعض زيزو شارك في التنذيبات لا هو الوحيد بقى الزمالك وفوتشر ما عليش يعني 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 لو ينفع لتمنى التأهمل بيراميدز بيراميدز كان بشارك في الكونفدرال في ربط دول الأبطال مع الأهلي لكن في الأول الأهلي وصل أسعد واحد أسعد واحد أن اللعيبة مش كتيرة راحت المنتخب لدي الزمالك هو جومس هو أكنه كان في معسكر مغلق هو ولا لعيب مش شاب فيه حد غاليبا غير عواد هو شحيط هو عواد يعني هو أكنه وشالب ينضمنا مؤخرا بس كان قاعد معا شوية خالبا كانوا نضم مصاب بس يكمل يعني معلومات مؤكدة من جوة الفرقة أن الراجل شغال كويس قوي معاهم وأن الفرقة بإذن الله تبني بشكل مختلف بعد ما اشتغلوا مع الراجل شوية في الدوري في الدوري وفي الطوات الأفريقي لا أنا بأتكلم أن معلوماتهم جوة بس أنت أفريقي عندك عبدالله وناصر من اللعيبة المهمة جدا طبعا طبعا بس عندك العيبة تغطي عندك العحمة وحظو كويس النشحاتة عمل بطولة محترمة في السعودية وإحسام عم جيدة عمل بطولة محترمة أنا بقول النشحاتة ده لازم يبقى ليه دور في المنتخب الأول يعني نشحاتة من قرر من الجانب الآخر فيوتشر عشان برضو هنالوقات خلاص بدهمنا فيوتشر أنا شايف أنهما مشهي كويس مع كابتن تمر مصطفى والله يعني كابتن تمر مصطفى لا وبعدين عنده حظوظ دايما على الزمالك مع إمبي كان مع إمبي وعنده حظوظ وبعدين هي قوة لا خلي بالك حظوظ الزمالك محليا مع فيوتشر الزمالك متفوق دائما لا مع تمر مصطفى مع تمر مصطفى هنا هناك فرص يعني نتمنى أن تكون يعني نصيب الأوفر لنادي الأهل أمام سنبا تبقى مباراة برضو كبيرة جدا ما بين نادي فيوتشر ونادي الزمالك هي تبقى مشارفة في الختم تعقيد بخير منتخب مصر منتخب مصر متوقع أن أنت لو كنت قابلت كرواتيا كنت تخسر كان ممكن الهزيمة تبقى أفضل من كده ولكن هو في النهاية ده تاني مباراة الدعم والصبر وإن شاء الله خير مش عايزين نهبد ونهدم المعبد أنا أقول يعني ربنا يكون فعن كابتن حسام في اللي جاي بإذن الله ولازم لو في حاجة بس عايز أقولها أن لازم كل المشاكل تتحل أي أن كاتم مع مين لازم تتحل نورتين وشوفتين حبيبي حبيبي منورة مرشال حبيبي عزيزين على الأول باله ومسر عشان أبو الواجب عزيزين أطايف كل الدعم لكابتن حسام حسن كل الدعم من المتخبن الوطني كل الدعم من الاتحاد الكورة ربطة الأندية لأنه في الأول وآخر برواز الرياضة المصرية وخورة القدم اللي بنشوفها دايما في البرواز الأهم كل الدعم لنادي الأهلي كل الدعم لكل من مدن الفيوتر ونادي الزماني بنشوف مبارتين واحدة في الكونفدرالية واحدة في دار الأبطال على أعلى مستوى في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة